السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة ان شاء الله نوعين الكيكة احلى من بعض وكمان اسهل من بعض. مفيش اسهل من كده. مجادرهم موجودة في البيت. تقدر تحضرهم باي كل بساطة وباي مكونات موجودة عندكم. هنقول لكم على البدائل. وهنقول لكم على كمان سر نجاحهم. هنعمل نوعين من الكيكة كيكة بانيلية عادية. بس هنضفلها شوية نكهات كده هتغيرها. وكمان كيكة شوكولاتة العشاك باجة كيكة الشوكولاتة. الاول كده هنجهز الصواني الاول قبل ما نبدأ في اي حاجة من الكيك. اه ده طجم الصواني اللي هو بيكون تلاتة في جلبة بعض. اخترت الحجم الكبير والحجم اللي بعده على طول. اللي هو الوسطان يعني. ما اخترتش حجم الصغير. لانا هنعمل كيكتين كبار. الاتنين مختلفين عن بعض. واحدة كيكة واحدة وفانيلية واحدة شوكولاتة. يعني فانيلية كده بس هنضفلها شوية اضافات. فهجهزت الاول الصواني قبل ما نبدأ في الكيكة وكمان ولعت الفرن على درجة حرارة مئة وتمانين من قبل ما نبدأ في اي حاجة. فدهنتهم بالزيت وبطنتهم بالدجيك. بطنت الجعر بس ما بطنتش الجناب زي ما انتم متعودين معي علشان خاطر الجناب بتخلي الكيك او عجين الكيك مايرتفعش الفوق. فعملتهم بالزيت والدجيك بس. ولكنتهم على الجنب ودلوقت هنحضر مجادير اول كيكة معانا. اول كيكة هنمتدي فيها هي كيك الفانيليا. هنضفل شوية اضافات كده بسيطة. هتغير من طعم الفانيليا. طبعا هتبقى مكس بين الفانيليا وبين البرتجان. فالاول كده هنجهز الدجيك. معي تلات كبيات من الدجيك. ده دجيك فاخر لجميع الاغراض. آآ تقدر استعملوا اي دجيك حتى لو انتم فلاحين تستعملوا الدجيك اللي هو الجمح اللي انتم بتطحنوه عندكم في البيت. هدي استعملوا اول علامة. اسمها العلامة الاولى. بتكون بيضة كده وزي الدجيك الفخر بالزبط. تقدر استعملوها في الكيك برضو ده. فنعير معكم كده تلات كبيات من الدجيك لازم طبعا يكون منخول كويس. كل ما تنخلوه. كل ما بيدخل فيه هوى. ويجي بيعلي الكيكة معكم وبخلي الكيكة هشة ونجحة وخفيفة. عيرتي تلات كبيات من الدجيك. دي تلات واحدة. طبعا انا اجابك مية دجيك لانا هنعمل آآ نوعين من الكيك. فحناخد اول نوع كده اخدت منه تلات كبايات ولسه الباكت هناخد منه في الكيكة التانية. معايا باكوا من كيك شيف او ممكن اللي هو الكبير الحجم الكبير. فضيتوا كله لان معايا تلات كبايات من الدجيك. يعني حوالي نص كيلو والباكت بمكتوب عليه آآ استعمال نص كيلو او خمسمة جرام من الدجيك. فيدوبك الباكت كامل. وكمان رشة صغيرة من الملح بتصبط الطعم سواء كان مع السكر او مع الكاكوا اللي هنستعماله في الكيكة التانية بتصبط الطعم. ما تستغنوش عنها رشة الملح ده آآ لازم ان تكون في اي كيكة او في اي مخبزات. بتصبط الطعم كله مع بعضه. هنمكس بقى كل ده او هنجلب آآ الدجيك مع البيكنج بودر. مع الملح تجليب حلو. عشان خاطر ما يكونش البيكنج بودر في مكان ومكان لأ. فنجلبه حلو وهو لسه في الدجيك. هنضيف هنا كمان عشان خاطر ناخد الكيكة طعمها زي بتاعت بره بالزبط. تكون سهلة كده في الاكل ومسام بتاعتها مش واسعة. ضفنا معلجتين كبار من النشا. بثلاث كبات من الدجيك. معلجة كبيرة من بيكنج بودر او كيك شيف. زرة ملح معلجتين كبار من النشا. هي دي كل المجادير الجفة اللي معاي. جلبناهم كويس وراكنناهم. في الخلاط بجا ممكن ببضرب البيض. بس انا استسهلت الخلاط عشان لو اي حد ما عندوش مضرب بيد يعمل الكيكة عادي. بشفشج الخلاط هنضيف. هنضيف البيض الاول. ضفنا هنا كان معي هنا سبع بيضات. آآ حجم بطاسة. لو انت عندكم البيض حجم كبير هتقدرست تعمله ست بيضات بس. يعني المجادير الاساسية بست بيضات. لكن البيض عندي كان حجم وسط شوية او يعني صغير مش كبير. فاستعملت سبع بيضات. ضفتهم في الخلاط وكان عليهم معلجة صغيرة من الفانيليا طبعا. وحنضيف عليهم. آآ ضفت اول كباية سكر ودي تاني كباية من السكر. بيتين سكر حبيبات عادي. بس يكون لونه فتح علشان خاطر السكر الغمج. اول اللي حبيباته كبيرة بتغمج الكيكة معانا. فالشفشج الخلاط في سبع بيضات حجم وسط. آآ معلجة صغيرة فانيليا. وكبايتين من السكر. هنضربهم ضرب حلو لحد ما نتأكد السكر ده. ولونهم فتح زي ما انت شايفينهم كده. اللون بدأ يكون ميل للفتحان اكتر زي ما بنعمل له الطرطة بالزبط. والسكر ده تماما كده الكيكة ان شاء الله تنتي تطلع ناجحة معانا. اللي اضافة بجأة اللي هنضيفها هتغير طعمها من الفانيليا لكيكة البرتجان. طبعا احنا مش في موسم البرتجان دلوقتي. لكن كنا مخزينين بشر برتجان. فبنستعمله طول السنة معانا. ضفت منه معلاجة كبيرة. وضفت حوالي معلاجة كبيرة برضو من الخل الابيض. وعشان بجأة نعزز نكهة البرتجان هنضيف اللي هو العبوات الصغيرة اللي بتيجي اه برتجان بتكون حوالي معلاجة كبيرة برضو. ضفتها بحلها. لو انت عندكم بتجيبوها من اللي هو الفارط اللي عند العطار كده بتجيبو مسلا بعشرة دنيا بخمسين جنيه على جد ما انت عايزين يعني. هتحطوا منه و هتضفوا منه كباية كبيرة. اه معلاجة كبيرة. وضفت حوالي نص الكباية من الزيت. كل ده هتنقسه مع بعض في الخلاط. كل ان شاء الله المجدير سواء الكيكة دي او الكيكة التانية هنكتبه لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. وعنجلوكم كمان على البداية اللي هم كمان في صندوق الوصف. تقدروا تستبدولوا احنا هنضيف لبن مغلي. اه بخلي الكيكة هشة معنا ونجحة وحلوة. تقدروا تستبدلوه آآ بزبادي وبلبر ريب. وممكن تستبدلوه كمان بعصير برتجان لو متفرز عندكم حتى لو يفك معك وتستعملوه عادي. ضفت منه حوالي جبايتين كبار من اللبن المغلي. لبن المغلي بنشط بسرعة في الفرن. وبيخلي الكيكة تطلع معانا بسرعة. مكسنا كل ده في الخلاط يعني ضربناها ضربة خفيف كده لحد بس ما اللبن المغلي آآ اختلط مع البقد ومع كل المكونات اللي احنا حطينا في الخلاط. ونزلنا عليه مع طول على الدجيج اللي احنا حطينا عليه والنشا والملح. هنجلب بقى تجليب بسرعة عشان خطر اللبن المغلي طبعا حيكتل معانا الدجيج. فالتجليب يكون آآ بسرعة كده علشان خطر ما يتكتلش معكم ويكون حبيبات معكم في في خلاط الكيك. تجليب كده بالمضرب بس بالايد عادي كده كل المكونات دي تقدر تعملوها لاي كيك. آآ سواء مسلا بالزبادي او بعصير البرتجان تستبدلوهم يعني اللبن بالزبادي او بعصير البرتجان او بلبن رايب. نفس المجادير بالزبط هتطلع معكم ناجحة ان شاء الله. بالمعلاجة كده باجوا نتأكد ان ما فيش دجيج او حبيبات من الدجيج آآ في جعر البولة بتاعتنا عشان خطر الكيكة تطلع مسام بتاعتها ما تكونش واسعة وما يكونش فيها حبيبات من الدجيج كده ما تجلبش حمل. نتأكد طبعا ان الدجيج متجلب كويس عشان خطر اللبن المغلي هيكتل معنا الدجيج بسرعة. ده قوام الكيكة المزبوط وده اللي مطلوب. هننزل باجا بالخليط بتاعنا في الصرية. ده مكس بين الفانيليا وبين آآ البرتوجان طبعا احنا مش في موسم البرتوجان زي ما قلت لكم بس حطيت النكهة علت النكهة شوية. وخلت الطعم حلو. ممكن تستعملوا زرة صغيرة من اللون الاصفر تخلي لكم الكيكة بتاعتكم لونها اصفر. آآ اللون يعني زي اللي بتبع في الافران بالزبط. ضفوا بس نقطة صغيرة كده او حوالي ربع معلاجة صغيرة كده طرف المعلاجة الصغيرة كده بتاعت الشاي. هتضيفوا بس اللون صغير كده هتديكم نفس اللون بتاع الافران. لك انا طبعا ما ضفتش حاجة استكتفيت بس بلونها كده. لاننا عمنا في الجنبي مناها كيكة شوكولاتة فلونها كده هيكون مناسب. لك انتها باجا على جنبي مش هندخلها الفرن انا هندخل اتنين مع بعض. بس لك انتها مع جنبي كده عشان خاطر انا حضر الكيكة التانية برضو بسرعة كده. هنجهز برضو احنا كده 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 مجهزين الصناعة من الاول وملعين الفرن من الاول. فهنجهز على طول المجادير التانية للكيكة التانية. اول حاجة معي دجيج برضو فاخر. تقدر استعماله دجيج الغلة زي ما قلت لكم من العلامة الاولى. وتقدر استعماله دجيج فاخر بتاع البسكوت والحلويات اي نوع دجيج. ضفت منه اول كوباية. وتاني كوباية ضفت نصها دجيج. والنص التاني هنضيف معلاجتين نشا ومعلاجتين كبار من الكاكاو. يعني هنكمل باجا الكوبايات. كل المجادير في صندوق الوصف ان شاء الله. صندوق الوصف هتدوسوا على العمال. اول مرة كده هينزل معاكم صندوق الوصف مكتوب فيه اي حاجة انا بنحب نجلها لكم. واي مجادير بنعملها في اي وصفة. يبقى ضفنا كوباية دجيج. الكوباية التانية هنصها دجيج. وعليها معلاجتين كبار من النشا ومعلاجتين كبار من الكاكاو. انا مش عايز الكاكاو بتاعها هيكون غامج. فعشان كده ضفت معلاجتين كبار بس. يعني حوالي التلت كوباية. او يعني اجل لابن كمان. اه لان اعزاها فتحة شوية هنضف لها كمان اضافات تانية. فعايزاها لون هيكون فتح. ضفت باجا معلاجة كبيرة من الكيكشيف. طبعا البكت ده كبير حوالي عشرين جرام. فضفت بس حوالي معلاجة كبيرة وتاني من حوالي معلاجة صغيرة كده. ما ضفتهاش. لان المجادير دي اصغر من المجادير التاني. دي كانت تلت كبايات دي كبايتان بس. وضبت زارة ملح. ومكست كل ده آآ نخلته كويس. وجلبته كويس طبعا كل ده مع بعض. النشا مع الكاكاو مع الملح آآ مع الدجيج مع كله مكسته مع بعض. في الخلاط برضو تاني برضو. هنضف برضو خمس آآ بضات حجم وسط. البيض اللي عندي كان حجم وسط فضفت بضاية زيادة. لكن المجادير الاساسية فيها اربع بضات كبار. وهنضف السكر. السكر برضو خبيبات ابيض. آآ عشان خاطر يكون ساهل معنا في الندوب بسرعة في الخلاط. وما يغمكش معنا الكيكة وما يخليهاش يعني فيها نغز كده او خروم وسام وسام واسعة كده. ضفت كوباية ونص على الكيكة التانية اللي هي بالشوكولاتة. لان صبعا الصينية اصغر والمجادير اجل. هنضرب برضو البيض مع الفانيليا. البيض كان آآ كان عليه آآ زارة الفانيليا او حوالي نص معلاجة صغيرة الفانيليا. والسكر فضربتهم مع بعض في الخلاط لحد ما برضو كاومهم نعم. وباجا ابيض كده والسكر داب تماما. زلت عليهم بكوباية كبيرة برضو من الحليب المغلي. ومعلاجة كبيرة من الخل الابيض. ونص كوباية من الزيت. الزيت طبعا لازم يكون نوعه كويس. وطعمه كويس. عشان خاطر يطلع نتيجة الكيك. طعمه حلو ورحيتها حلو. جلبنا كل الخليط برضو في الخلاط ضربتان اتنين بس. عشان خاطر نمكس كل كل المواد السائلة مع بعضها. هننزل بالمواد السائلة على المواد الجفة. وتجليب برضو بسرعة عشان خاطر اللبن مغلي ما يكتلش معنا الدقيق بسرعة. نعرف انا متكلم ياما بس سامحوني. عشان خاطر ما يضعش مننا اي تفصيلة في الكيك ويطلع معاكم الكيك ناجح. من اهم باجة نجاح الكيك ان هو تجليب البيكنج بودر حلو مع المواد الجفة. استعمال المواد الجفة منخولة كويس. سواء كان دقيق او بيكنج بودر او نيشا او كاكاو. اي مواد جفة لازم تنتخل كويس. استعمال سكر ابيض بدل السكر اللي هو اللونه غامج شوي او حبيباته كبيرة. لازم ان يكون حبيباته وسط كده او صغيرة. ولون يكون فتح. استعمال برضو زيت يكون طعمه كويس. بيطلع معاكم نتيجة حلوة. الفرن لازم ان يكون ودع من قبل ما تستعملوا الكيك او قبل ما تعملوا فيها اي خطوات. عشان خاطر بطبعا يكون الفرن ساخن. اه حرارته مزبوطة على مئة وتمانين من اول ما تولعوه. اول الكيك ما يتعمل ما يتركانش فترة طويلة. يدخل على طول على الفرن. اه ايه تاني? اه لازم ان نمكس كل المواد الجافة مع المواد السائلة كويس. ما نسيبش فيها اي تكتلات. هنا باجا الكيكة الشوكراتة اضفت لها بس حوالي يعني مية جرام كده من الشوكولات لاني كانت مطلوبة كده. يعني اللي انا رايح له اه حد حلو شوية. بيتأمر يعني انا ايه بنعمل له لو عايزه يعني اختك بصراحة. كنت راح نشوفها فجاية اللي عايزة كيكة بانيليا وكيكة شوكولاتة. يعني بتؤمر يعني براحة. فضفت لها اه شوكولات شبس زي ما هي عاوزة على الكيكة الشوكولاتة وكيكة بانيليا ستاها سيدا كده. انضف لها مكسرات. دخلنا الفرن على درجة حرارة ومية وتمانين في الرفل في النص طبعا اكيد. خدت معنا حوالي اه خمسة تلاتين دي جيجا وكانت مستوية وحلو. مفتحش الفرن قبلو نص ساعة. اه لحد ما تتأكد منها ان هي مستوية حلو. اه نغرز بقى سكينة رفيعة زي زي اللي اللي نعملتها ديت او مسلا خلط سنان. اه لو طلعت نظيفة ما فيهاش اي حاجة بتكون استوته حلوة وبنطلعها من الفرن. لو طلعت فيها لسه بواجه من الكيك كده او خليط من الكيك بتكون لسه عايزة خمس دجايج كمان. فبندخلها للفرن كمان خمس دجايج كده وبعد كده بنطلع. الصواني ديت مجازها كبير على الكيك اللي انا عاملاه لانا ما بنحبش الكيك يكون ارتفاعه عالي. لو عايزين الكيك ارتفاعه عالي استعملوا صواني اصغر من كده. يعني مسلا خليطة الكيك اللي هو بالفانيليا اللي هو مجادير وتلات آآ كبيات دجايج. هيتحط في آآ في الصينية اللي هي اللي فيها الكيك الشوكولاتة. ومجادير كيك الشوكولاتة هتحط في صينية اصغر من كده. فبالتالي هيديكم آآ كيك ارتفاعها عالي. هشة وخفيفة برضو. ونفس المجادير مش هتبوز معكم ان شاء الله ولا هتفشل معكم. بس هتكون اعلى من كده لو انتم حابين سمكها او ارتفاعها اعلى من كده. ما شاء الله طلعت نجحة وخفيفة كده وهشة وحلوة. ما تستغنوش عن اي مكونات جلناها. آآ يستعملوا برضو النشا ما تستغنوش عنها. السكر لازم ان يكون حبايبات كل التفاصيل جلناها بالفيديو وان شاء الله هتنجح معكم الكيك وما عادش هتفشل معاكم تاني. الناس المبتدئة زي مسلا اه واحدة صاحبتنا برضو كده فراح اجرب. فعايزة تتعلم الكيك. عملتلك اتنين ههوت في فيديو واحد. جربوهم ان شاء الله وبعطيلي الصور بتاعتهم وهي عارفة نفسها يمين. وبعطيلي الصور بتاعتهم وجولي رأيك فيهم ايه? عملنا كيك للشوكولاتة بمنتهى السهولة. الاتنين عملناهم باللبن المغلي تقدر تستبدلوهم آآ باي نوع آآ سويل ممكن زبادي ممكن لبر رايب ممكن آآ عصير برتجان متخزن عندكم في الفيليزر زي ما قلت لكم. وان شاء الله هتعملوهم وحتجربوهم ويطلعونا تشحين معكم. ما قدرتش ناكل منها. آآ يارب يكون الفيديو عجبكم. دعاك للفيديو واشتراك لقناتي. صلى الله على رسول عليه وفضل الصلاة والسلام. مع السلام.